بعد انضمام أغلب بلدات ومدن محافظة درعا إلى التسوية الروسية بشروطها شبه الاستسلامية اتخذت قوات النظام منح التصعيد في محافظة القنيطرة وبعض بلدات ريف درعا الشمالي إذ استهدفت قوات النظام بلدة المال وتل المال ضمن ما يسمى منطقة مثلث الموت في هذا الريف بقذائف المدفعية وسط حركة نزوح جماعي للأهالي باتجاه القنيطرة بسبب القصف العنيف على المنطقة وقد كان لافتاً التصعيد العسكري للنظام روسيا في بلدة مسحرة بريف قنيطرة إذ اقتحمت قوات النظام فجر أمس الأحد البلدة من محاور عدة وسط اشتباكات عنيفة مع فصائل المنطقة بينما قالت مصادر محلية أن قوات النظام قصفت تل مسحرة وهو أعلى تل في جنوب السوري لا تزال المعارضة السورية تسيطر عليه بمئات القذائف العنقودية وصواريخ الراجمات وصواريخ الفيل وأن القصف طال أيضاً مناطق الطيحة وكفر ناسج عقربة والمال وتل المات واللافت كذلك في تصعيد النظام روسيا على مسحرة هو دفع قاعدة حميمي من روسيا بطائرات حربية للمشاركة في الحملة العسكرية التي تشهدها مسحرة القريبة من الحدود مع الجولان السوري المحتل في غضون ذلك تتواصل عملية التفاوض للتوصل إلى حل نهائي حول بلدة الحارة وتلتها الاستراتيجية التي تعد أعلى تلة في محافظة درع وذلك بعد رفض فصيلين محليين اتفاق المصالحة مع النظام وأقدامهما على السيطرة على التل كما تتواصل المفاوضات بشأن دخول قوات النظام إلى مدينة نوى وعودة المؤسسات للعمل في المدينة وذلك بعد تسليم الأسلحة في كل من مدينة درعا ومدينة إنخل وبلدة جاسم ومناطق أخرى من ريف درعا لقوات النظام إلى ذلك بدأ خروج أول دفعة من المهجرين للشمال السوري بعد أن تأجل خروجهم عدة مرات بسبب مماطلة النظام وروسيا ومن المفترض خروج آلاف المدنيين والمقاتلين ونشطاء في مجال الإعلام والأعمال الإنسانية إلى الشمال بسبب مخاوف من قيام النظام بالانتقام منهم اشتركوا في القناة